بسم الله الرحمن الرحيم مع كنزا عظيم من كدوس السنة اللعنة مو أكثر الناس. كنت قلت لحضراتكم قبل كده اللي يقرأ صوت البقرة كل ليلة. يتوك بتاج عظيم في الجنة مرصع بالجواهر والألماظ والياقوت والزبرجة. الجوهرة فيه الواحدة أفضل من الدنيا وما فيها. أفضل نورها يغطي على نور الشمس. اللي يقرأ صوت البقرة كل ليلة. قال عليه الصلاة والسلام يتوك بتاج في الجنة. سأقول لحضراتكم أن الليلة أو اليوم منقبة جديدة تعظيمة جدا لا يعلم أكثر الناس. روى الإمام الحافظ المستغفري في كتابه فضائل القرآن من حديث أبي بن كعب قال الله عليه الصلاة والسلام مر المسلمين بقراءة أن يقرأوا صورة البقرة أو يتعلموا صورة البقرة فإن من قرأها كان له من الأجر أو أعطي من الأجر كالمرابط في سبيل الله سنة ولا تسكن روعته. يعني اللي بقرأ صورة البقرة يعطي من الأجر كالمرابط في سبيل الله سنة. تعرفين أجر مرابط في سبيل الله قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. رباط يوم في سبيل الله أفضل من قيام من سيام شهر وقيامه. أفضل من ألف ليلة يصام نهارها ويقام ليلها. يعني ده أرباط يوم. طب ده الرسول هنا بقول لي بقرأ البكرة. ابن بقرأ البكرة كانوا رابط في سبيل الله سنة بش يوم. طب ده السنة الاجرية فيها تلتمية خمس وخمسين يوم. طب بيجر ادرب الصبر اللي حنا قلناها تلتمية خمس وخمسين. فبقال لكم بقى بالاجراءة كل ليلة. فبقال لكم باللي يحفظها. فبقال لكم باللي يحفظ القرآن كله. فصحابة عظيم جدا. ده غير كأنها قال عليه الصلاة والسلام يأخذوها بركة وتركوها حسرة ولا تستطيعوها البطلة. وانسان لو أراها في يوم الشريطان ما يدرش يخش البيت تلات يام. ده تماني المرابط في سبيل الله له صارتا عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام ومات مرابطا في سبيل الله جرى له الأجر إلى يوم القيامة. وفي رواية كان له أجره مجاهد في سبيل الله إلى يوم القيامة. طب انت لو رابطت في سبيل الله وقاريت البخرة كل ليلة. يبقى انت عمل زي مرابط في سبيل الله. يبقى لو جالك الأجل في أي وقت انت مرابط في سبيل الله. انت مواصم على ريالتك كل يوم. يبقى انت مرابط في سبيل الله. ومت وانت مرابط في سبيل الله. إذن تطمعه ويرجأ لك أن يكتب لك الأجر إلى أن تقوم الساعة. وهتطوق بتاك في الجنة عظيم. إذن قراءة سورة البخرة طريقك إلى الفردوس الأعلى من الجنة. المواصم على قراءاتها كل ليلة. ولا تسكن رواعته يعني يزل عنده خوف وأجر من الله سبحانه وتعالى يزداد إيمانه حتى يدخل الجنة. شوفوا المناقب العظيمة لقراءة سورة البخرة كل ليلة. والتسان من قراءته. واحتسبوا هذا الأجر وانت بتقرأه. انك تاخد أجل مرابط في سبيل الله. سنة. وانك انت. ازداد إيمانك ويكون عندك خوف ووجل شديد من الله سبحانه وتعالى. وتتوق بتاك عظيم في الجنة اللي وتعاليتها كل ليلة. وان شاء الله نحتسب على الله. اللي يوازم على قراءة سورة البخرة كل ليلة. أن يكتب له الأجر إلى يوم القيامة. أن يكتب له الأجر إلى يوم القيامة. فأنا اعتراض على حديث ان شاء الله أقوله. في صوت الإخلاص مرضو أن اللسان إذا قراءها. يقرأ له الأجر إلى يوم القيامة. قبلكم بالبقرة اللي هي اثنين واربعين. اثنين واربعين آية. اذا. اثنين واربعين صفحة يعني معنى صحة. فسورة البقرة. اذا. الصالحين الذين يقرؤون سورة البقرة كل ليلة. سيحصلون صوابا عظيما جدا. ويفتفتح لهم مغاليق. فأنا اكتب لكم الأحاديث. الحديث ديت وفي الوصف بتاعاتي. اذا الكلام ونشرونا. شو هذا عين في صواب النظيم. اقول له خول يا زي استخدام الله. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.